حطيت الملح على المانيكير وبجد ما توقعتش النتيجة حيلة منزلية الأول مرة هتشوفيها فكرة ما جاتش على بالك قبل كده أنا صمر ودي قناتي أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل منازل الفيديو تتفرجوا عليه على طول وأتمنى تدعموني بلايك أول فكرة معايا هتبقى واحدة من البطاطس وبشوريها كده تقدري طبعا تعيني جزء كده من البطاطس وانتي بتحمريه وتعملي التجربة دي مش لازم بطاطسية جديدة خالص أنا عايزة معلقة كبيرة بعد بقى ما بشرتوهم كده هتجيبيهم وتعصريهم أنا عايزة الميا بتاعتهم هاخد الميا بس هحط عليهم كمان معلقة من النشا وهضيف عليهم معلقة كمان كبيرة من الخل هخلط بقى كل المكونات دي مع بعض أنا عايزة الخليط بتاعي يبقى كريمي يعني لو خفيف معاك يزودي حبة من النشا بعد ما خلطتهم معايا بقى كويس جدا كده الخليط جاهز معايا بعد سبيل مدة عشر دقايق وبعدين تخسليه بجد النتيجة هتعجبكو جدا ومن اول مرة النتيجة بجد هتعجبكو جدا اتمنى تجربوها بصي الفرق و تاني فكرة معايا لو عندك بقى اول ما بتفتحي باب الشقة او باب البلكونة بيدخل كده دبان ونموس تعالي بقى وانا اقولك هنعمل حركة حلوة قوي هتمنع دخولهم خالص هتجيبي كده تلاتة جنيه اي فضية عندك وتحطيها في ميا وفي كيس كده وتعلقيها على باب البيت بتاعك وتفتحي بقى الباب براحتك او الشباك او حتى باب البلكونة استحالة اي حاجة تدخل الدبان والنموس هيشوفوا ده وهيخافوا منه واستحالة يدخلوا باب شقتك تاني الفكرة بجد حلوة قوي اتمنى تجربوها وتستفادوا منها وتالت فكرة لو القصفة بتاعتك بقى برده كده ومش بتقص تعالي وانت ترجعيها جديدة هتجيبي بقى اي ورقة صنفرة كده وتمشي فيها القصفة بتاعتك بالطريقة اللي احنا شايفينها دي هتلاقيها رجعت وكأنها جديدة بجد النتيجة بتاعتها عجبتني جدا اتمنى تجربوها تقدر بقى بورقة الصنفرة دي تحمي المقص او السككين كبان بتاعها بجد ورقة الصنفرة دي تلعت اختراع هتجيبيها وهتنفعك جدا في المطبخ وربع فكرة معايا لو المكوى بتاعتك بقى مش نضيفة كده من تحت وعايزة تنظفيها هتفوتها وحتي عليها حبة من الملح اهم حاجة المكوى بتاعتك تكون المسخناها وفصلها من الكهرباء خالص وهتمشيها كده على الفوطة اللي عليها ملح وهتجيبي بقى اي نص لمونة عندك كده حتى لو مستعملها من قبل كده وتدعاكي المكوى بتاعتك كويس جدا بص الفرق هتجيبيها بقى وتمسحيها باي فوطة عندك كده او بمنديل وهتلاحظ الفرق بص النتيجة بجد النتيجة عجبتني جدا والفكرة الخامسة معايا هتكتعة من الفحم وبشريها وتعلي قولك بقى احنا بنعمل كده ليه زي ما احنا شايفين كده انا جبت كتعة من الفحم وبشرتها هتجيبي بقى اي طبق كده وفي لتر من المياه وتحط عليهم الفحم اللي احنا بشرناه وهتضيف عليهم معلقة كده من الصابون هتي بقى الخليط الحلو بتاعك ده وتعالي بقى على السراميج بتاع الحمام اللي مجير عندك واخسريه هتلاحظ الفرق هتلاقيه لمع معاك ورجع وكأنه جديد بجد هتلاحظ الفرق من اول مرة بص النتيجة تقدري بقى تخسلي بيه حنافيات المياه بتاعتك كده او اي حاجه استلس عندك وهتلاحظ اللمعة بتاعته شايفه النتيجة بجد الفحم ده اختراع لازم تجربيه والفكرة السادسة معايا لو انت بقى عايزة تعقمي اي برطمان عندك كده هتقدي النار حاجه بسيطه كده وتعملي عليها كل البرطمانات بتاعتك وبكده تبقى تعقمك ونيجي بقى للفكرة الاساسية بتاعت الفيديو حطيت المنيكير على الملح وبجد ما توقعتش النتيجة لو انت بقى بتحطي كده منيكير ووقع منك في اي مكان زي ما احنا شايفين كده هتقدر تشليه بسهولة اوعي بقى تمسحي فوتا او منديل او اي حاجه مجرد ما تحطي عليه شوية من الملح كده هتحرك الملح عليه زي ما انا بعمل كده بالزبط هتلاحظي ان تشال بمنتهى السهولة من غير بقى ما تبواز الفوتا بتاعتك ولو عملتي بمنديل مش هيطلع خالص بص النتيجة مفيش اثر ليه اول ما يقع عندك بقى مجرد ما هتجيب شوية من الملح وتمشي عليه كده هتلاقيه متص كل المنيكير اللي وقع والفكرة الاخيرة معايا لو عايزة بقى تزلي المنيكير كده من على صوابعكم عند كيش مزيل هتجيبي بقى اي حبة كحولة عندك كده وتحطيهم على منديل واتشي ليه بمنتهى السهولة هيزيل وكأنه مزيل منيكير بالزبط اتمنى تدعموني بلايك واتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعي النهاردة واشوفك في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة